بسم الله الرحمن الرحيم نهار ده عاوزين نشرح الجزء رقم تلاتة من درس لونج جولم تصميم العمدة الطويلة واحنا كنا بشمهندس في الجزئين اللي فاتوا عملنا الآتي في أول حاجة خدنا مثال خدنا في عمود في الدور الأرضي لتصمم أنه هو مستطيل فاطلع لونج وصممناه وخلصناه ولكن الشغل فيه الاولاني كلية كان فيه كلية الاولاني لو جزء الثاني يعني خدنا بقى بقية المثال ده اللي هو عمود في الدور الأول طلع شورت خلصناه وعمود في الدور الأرض مربع طلع عليه باي أكسل رحنا صممناه وخلصنا الجزء بتاع المثال ده ثم بعد كده ابتدينا مثال تاني اللي هو مثال رقم اتنين خدنا فيه مطلوبين مطلوب الاولاني كان فيه حاجة اسمها كاميرا بريسنج بيم كاميرا التربيط وصممنا العمود طلع شورت شلنا كاميرت التربيط طلع العمود بتاعنا لونج وده كده اللي حلناه في المثال رقم اتنين طب اتبقلنا ايه اتبقلنا تلات انواع من الأعمدة عمود دائري عمود سداسي وعمود شكل حرف كده شكل اللي غريب شوية كده عاوزين ان احنا نشرح فده موضوع السكشن النهاردة الجزء الاخير من اللونج كولم ف نكملين لسه على المثال رقم اتنين تابع اكزامبل اتنين وكان شكل المثال شبه اللي موجود على الشمال قدام ساعتك بالمنظر تعاف اكارك كده مدينك عمود اسمه سي واحد بالشكل ده كده وخد قطاع في العمود ده هوت او قبل العمود ده هوت وراح رسمه بالمنظر قدام ساعتك ده فلاقى هذا العمود ومديلك الارتفاع من الاساسات لحد الفوق خالص او يعني الارتفاع دور يعني ستة واحد من عشرة متر مديك قامرة التربيت او قامرة اللي هي منصوب السقف سبعة من عشرة متر اذا نلقيت شنود الباقي خمسة واربعة من عشرة متر بالشكل ده قال لك كنا حلينا مطلوبين اتنين على المثال ده عاوزين دلوقت نكمل تلت مطالب ان شاء الله ما ياخدوش مننا اي وقت فالمطلوب اللي بعد كده بيقولك ديزاين اذا كولام سي واحد صمم العمود تاني سي واحد اتجراوند فلور فو الدور الارضي اذا سيركولر سبيرل كولام وزود بريسنج بيم يعني مفيش كاميرا التربية هنا مفروض ما يقولهاش بقى اصلا ومديك حمل العمود البي قلت بيت كولام مدهولك ب3,000 كيلن يولت انا باش مهندس فدلوقتي عاوز يصمم العمود ده في الدور الارضي اذا سيركولر سبيرل فكل الشغل اللي احنا عملنا في الجزئين اللي فاتوا كنا بنتكلم على عمود مستطيل بس والحال الخاصة منه لو عمود مربع ما هو مربع ومستطيل ما يعتبر حاجة واحد طب ازاي تقدر تتعامل مع عمود دائري قال لك هو نفسي الكلام بالزبط مع وجود بعض الاختلافات البسيط فالاول انا هقول لك الاختلافات وبعد كده نخش نعوض زي لفات بالزبط ويقول لك بقى لو فيه تركة كده ولا تركة كده فنخش الاول ايه هو اختلافات العمود الدائري عن العمود المستطيل قال لك هو الاختلاف الوحيد في تشيك باكلينج طب ايه هي الاختلافات اول حاجة كنا احنا في العمود المستطيل قلنا ان الباكلينج يحصل على البي يحصل على تي بي دايريكشن و تي دايريكشن اين بلين واوتو بلين كنا ندرس مرتين طب دلوقتي بقى باش مهندس و انت شغل في العمود الدائري قال لك الانبعاج ما بحصلش غير مرة واحدة بس اتجاه كطر العمود المستطيل ليه بعدين اتنين فقد يحدث الانبعاج على اتجاه البي الصغير او قد يحدث الانبعاج على اتجاه التي كبير لكن العمود الدائري ما لوش غير بعد واحد بس اللي هو كطر افق رأس اه مش عارف اكس داريكشن هو 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 كطر بس دي فقال خلاص يا باشموندس لما تيجي تعمل التشيك باكلينج انت هتدرس مرة واحدة بس هترسم الدين دي يا حد تفتح المايك لو سمحت كل الناس تشاك عن نفسها كده ورف المايك بعد ازد فوق وتحت تشوف حالات التسبيت داي زمان فيش تغيير تشوف فوق وليكن فيه كاميرات تحت فيه كاميرات فانت لو في دور متكرر يبقى فوق وتحت فيه كاميرات لو انت في دور ارض يبقى تحت بقى الاساسات فدول ما فيش تغيير فيه وطبعا ارتفاعات الاردوار ارتفاع دور ويبقى الباقي دا اللي هو الاتش نو ونشوف حالة التسبيت زي اللي قبل كده بالزبط هتقارن دي بالتي بتاع القامير لو عمق الكاميرا اكبر من او يساوي بعد العمود في اتجاه الدراسة لو دي يبقى فكسي لو اقل تبقى برش لو هكذا نفس الكلام يبقى اول اختلاف عن العمود المستطيل يا ساعات الرئيس انك ما تدرس مرتين انت بتدرس مرة واحدة بس في اتجاه دي ادي اول حالة نسبة النحافة ما بنتسمعاش لمضة ب ولمضة ت لا هنا بقى في بدل اتجاه دي يبقى اسمها اللمضة دي بتساوي يا باش مهندس كيف اتشنود ع دي الكيب اجيبها زي زمان الاتشنود الاتفاع الصافي للعمود والد لو هو الكطر يعني بدل ما تدقى لمضة ب او لمضة ت بقيت لمضة دي لمضة ع الكطر وانت بتقارن انت بتحسب لمضة هتقارن اللمضة دي بك هاخد اللمضة دي هكارن هكارن اللمضة دي بك لو ما بنا من 15 إلى 30 ما بنا يبقى من 10 23 طب هنا في العمود الدقري قال لك الأرقام متغيرة شوية لو انت في مبنى يبقى كارن من 12 إلى 25 يعني لو انت أقال من 12 يبقى شورط لو من 12 إلى 25 يبقى أكبر من 25 يبقى العمود محتاج انه يزيد شوية دي محتاج زيد 50 ملي ولا حاجة وتعمل تشك تاني ولو انت مبنى كارن يا بشا من 8 ل 18 فلو انت أقل من 8 لعمود شورط من 8 ل 18 ل عمود أكتر من كده العمود أنصير وبالمناسبة يا جماعة في واحد ما يحفظهاش في واحد يخش صفحة 75 هيلاقي كل حاجة موجود عمود مستطيل وعمود مربع يعني وعمود دائري وعمود يخجاي كمان كمان شوية كل الأرقام دي موجودة هناك موجودة في جدولين موجودة في جدولين جدولين جدول بتجيب منه الرقم الصغير وجدول بتجيب منه الرقم الكبير اللي هو التمانية الرقم الصغير و18 رقم الكبير وها جاي لكن انا دلوقتي اختلافات اللي هو من الآخر بتعمل تشيك باكل جاعة دي وبقارن بأرقام مختلفة شوية عن عمود المستطيل بس هو ده الاختلاف بس تعرف تحلي بقى دلوقتي لو انا سبتك تعرف تحلي هو نفس الكلام القديم بالملي مفوش اي تغيير فتعاني بتنحل الحال بقى اول خطوة التفان انت بتجيب البي ultimate column area ms بس هو مدقلك المراضي معطى في راس السؤال هو 3000 يبقى 3000 كيلو جيفن معطى دي رقم واحد رقم اتنين تجيب concrete dimension اللي هي area concrete بقى اجيبها ازاي من معادلة العمود على حسب نوع نوع كانت فيه طايد ولا spire فقال لها باشواندس تاخد بالك العمود هنا يقايل لك انه هو circular spire يبقى تعوض في معادلة spire بتقول ايه معادلة spire في ultimate column 10 3 تحويلة 4 من 10 f c في area concrete زائد 76 من m f c اللي هي نفس المعادلة الفاتي بدل 35 هتبقى 4 من 10 ودل 67 هتبقى 76 طب تعرف ما تعرفش ايه قالك تعرف كل حاجة معادلة area concrete تحويلة واتفرض 1% area concrete تجيب area concrete بتاعة ساعتك فتعاوض تعاوض وباشر هتلاقي ان area concrete طلع 2 3 5 5 5 5 3 طلع بالشكل ده كده رقم ده 3000 بس معلش بس هو الرقم مصبوط ان شاء الله حمل ده 3000 مش 2600 خلاص فتروح تعاوض تعاوض وباشر تلاقي ان الرقم ده 2 3 5 5 5 3 ملي مت المسطح بالشكل ده مساعتك كده انت جبت المساح عاوز احولها للشكل بتاعك وعاوز سيركولار خلاص يبقى تساوي المساحة بتاعتك بمساحة الدايرة مساحة الدايرة بتقول ايه باي في دي تربية على الاربعة يبقى الاريا كونكريت اللي معاك تساوي باي في دي تربية على الاربعة تجيب الدي بتاعتك تطلع 548 ملي متر مش هننفذ 548 ملي متر كده في الموقع بتقربها لقرب خمسين او ميت ملي متر بالزيادة قررنا لارب خمسين يبقى الدي بخمسمائة وخمسين انا دايما بقرب في المستطيل او في المستطيل قرب لارب مية اي حاجة تانية قرب خمسين وخلاص ده اللي بتعمل بقرب صراح يبقى القطر المطلوب هنا لمقاومة الحمل بتاع ساعتك اللي هو 3550 ملي متر كده الخطوة رقم ثلاثة بقى هو ده الجديد انك تعمل بقى تشك عن الانبعاء ولا جديده على حاجة انا قلتلك بس الاختلاف عن العبود المفتطيل نفس دلوقتي تتلاقي الموضوع تافل فتشك باقلينج اعمله ازاي قالك اول حاجة انت عمود دائري يبقى تروح بسكتش بايدك بسرعة تقوم راسم العرض خمسين ملي يبقى بوينت خمسة خمسة متر بايدك يا جماعة تمسكش مسترعة سرعة كده وبعدين نبدأ نشوف حالة التثبيت تحت وفوق فهو قالك في الدور الارضي ما ده في الدور الارضي يبقى تحت اساسات وفوق كاميرات ففي الدور الارضي تحت اساسات هو هيئلك ان الاساسات دي هو يبقى تحت تعملها فكس الشكل ده انساعدتك ده كده طب فوق فوق كاميرات طبعا انت بتتكلم على عمود ركن كده بالمنظر ده فالقاميرا من ناحية واحدة بس بترسم كاميرا فوق من ناحية واحدة بس او ده انا حتى رسمها عندي من ناحيتين لكن هي من مفروض من ناحية واحدة بس بالشكل ده طب هي هتفرق بحاجة لا ده شكل بس ده شكل بس طب غلط فيها عادي عادي فيش مشكلة عادي يبقى هادي كاميرا التثبيت من ناحية واحدة بس شكل بس غلط فيها عادي مشكلة وعمق الكاميرا هو مدالك سبعة من عشرة متر لميلة باش منزر وارتفاع كل ستة خمسة واربعة من عشرة لو الجزء الباقي اللي هو التشن طب تعني درس حالة التثبيت هو تحت قل لك ان يبقى تحت فكس طب فوق بدرس ازاي بشوف عمق الكاميرا اقرن بعرض العمود عمق الكاميرا كام سبعة من عشرة بعد العمود في اتجاه الدراس لو دي كام خمسة وخمسين من مية فهتقارن عمق الكاميرا لو عمق سبعة من عشرة تقارنه بالخمسة وخمسين من مية تلاقي ان السبعة من عشرة اكتر من خمسة وخمسين من مية يبقى فوق فكس يبقى فوق وتحت والمبنى ما فيوش حوايط في الاتجاهان يبقى المبنى بتاعك يبقى ايزاي انا بتاعك واحد واثنين من عشرة روش الجدل سبعة ستة سبعين او انت حافظها فيكس فيكس في كيب واحد واثنين من عشرة روح تعاوض تعاوض ومية نمضة دي يتسوي كيف الاتجنود عدين الاتجنود خمسة واربعة من عشرة الدي خمسة وخمسين من مية المتر بقى تعاوض تعاوض واشت لأحد عشرة بوين سبعة تمانية بكام انا مابنى واثنين اذا اللمضة بقارنها من تمانية لطمانتاشر والله لو الرقم ده قال لي من تمانية يبقى العمود لو اكتر من كده لو هو من تمانية لطمانتاشر يبقى اكتر من تمنتاشر يبقى العمود محتاج لنزود البعد ده بدل خمسة لخمسين خالي ستين مثلا فهو من حداشر بوين سبعة تمانية اذا يتراوح من تمانية لطمانتاشر اذا العمود بتاعك لونج وكولن لونج ومادام لونج فانت بتكمل خطوطين كمان اللي هو ايه تحسب حاجة اسمها الدلت اديشنال دي يا بش جماعة الدلت دي او ساعات بنسميها الدلت اديشنال دي هي هي نفس المعنى بيساوي اللمضة دي تربيع في دي على الفين ايه ده شبع العمود المستطيل شبع العمود المستطيل هي هي اختلافات انا بقولك قبل مبدأ بقولك الاختلافات كزم الاختلافات في والأرقام بس لكن فيش اي حاجة ده اختلافت اللمضة دي معاك 11 بوينت 7 8 تربيع ادي معاك 55 عب المتر على الفين يطلع بوينت او 3 8 ده كده اللمضة دي بعد كده انت معاك البي التمت ب3 3000 خد اضربه البي التمت في الدلت دي يطلع الرقم بتاع ساعدتك ده اللي هو الام في اتجاه دي 3000 يطلع 115 نيوتن في متر بالشكل قدام ساعدتك بالمنظر ده كده جبت العزم اللي جاي من اللي هو الانبعاج 115 كيلو نيوتن متر بالشكل قدام ساعدتك حتى الان يا جماعة في حد عنده اي استفسار في حد عنده مشكلة طبع اكمل ازاي تصميم هو جماعة لو انت مذاكر الجزء اللي فات هو هو نفس الكلام بالزبط بالملي بالحرف لكن بدل ما تدرس في التجاهين ادرجة واحد بس اللي هو قطر وبعد كده بدل ما تقرن من 10 23 قرن من 8 ال 18 بس بس ده الاختلافات هتكمل التصميم بقى في تركة جاية وخلاص نعمل ديزاين اللي هو الاريا ستيل جيب الاريا ستيل فانت القطاع بتاعك ساعتك ده قطاع دائري دي بتاعتك بخمسمائة وخمسين بيبقى عليه عزم لسه جايبين وحالا 115 حط العزم في اي اتجاه بقى حط وفقي حط رأس حط على المال هو كده كده بيأصل على دي على الكتر يبقى الام الديشنال ده 115 كيلو نيوتن مترو معاك كده البيئ بالتلات تلات طب اصبح كده عندي قطاع دائري عليه نورمال فورس وعليه مومنت طب ازاي باش مهندس اروح اصمم قطاع دائري عليه نورمال ومومنت انت اواخ قطاع مستطيل قبل كده ازاي تصممه لكن ازاي اصمم قطاع مستطيق دائري عليه نورمال ضغط ومومنت قال لك باش مهندس هنستخدم حاجة اسمها يونيفورم سيركولر انتر اكشن دائري ايه ده عند قطاع دائري عليه ن وم استخدم له على طول يونيفورم سيركولر انتر اكشن دائري موجود معنا ده اه لو فتحت من صفحات من 177 من 167 ل 178 في الكتاب بتاعنا بتاع تهندس الطنط مساعدات تصميم فهتلاقي ان الرقم ده المنحنيات دي موجود على فكرة انت بش لازم تحفظ رقم الصفحة جماعة انت ممكن تقلب في الكتاب في اخره اخره هتلاقي الانتراكشن دياجرام فلما تقلب كده هتلاقي قطاعات مستطيلة لا ايه ما مش ده هتقلب كمان تلاقي قطاعات دائرية يبقى خلاص هو ده القطاعات اللي احنا عوزين ايه هو ده صفحات فما تحفظ رقم صفحة انا عمري ما حفظت رقم صفحة انا بس هنا بقولها لك لكن انا بمسك الانتراكشن دياجرام او مقلب او مقلب في صفحات لحد ما لقى العمود الدائري بس هو ده هو ده شغل طب تعرف تستخدم الانتراكشن دياجرام قال لك اه هو نفسي الكلام القديم يا جدعي انت لو فتحت اي صفحة من الصفحات على اليمين فوق F يلد وزيد وهتلاق المحاور المحور الافقي اسمه كيف اي اي على ار معادش اسمه كيف اي على تي لا بقى اسمه كيف اي على ار اما قلت من طفع عشرة والستة على F سيوف والار تقعيد وعلى المحور الرأسي كان في قلت من طفع عشرة سيوف على F سيوف والار تربيد فانا لو ستك هنا يا جماعة وانت ياك بخبرتك السابقة في استخدام الانتر اكشن ديجرامز قبل كده تعرف تقول ازاي تعامل هنا واخرج مخلص الدنيا جايب الحديد جايب نسبة التسليح الان انا عادي خالص نفس الكلام يا جماعة احنا الانتر اكشن ديجرامز بنعمل على مرحل طيب بنخش على مرحل طيب المرحلة الاولى حدد رقم الصفحة طب بحد رقم صفحة ازاي بالمفتاح اللي فوق ده بالF دي والزيد المرحلة التانية عاوزين الرو فتخش بالمحور القفق ده وتعاور في القانون ده وتخش المحور الرأسي ده وتعاور في القانون ده تخش جيب الرأسي نفس الشغل اللي فات واكمل ازاي بعد كده من القانون اللي موجودة في الصفحة الميو والإرياس دي يبقى اذا انت مش محتاج تتعلم حاجة جديدة يا جماعة هو نفس الكلام بالزبط فكرة بس ان الصفحات اتغيرتها فهو نفس الكلام هتروح تحدد رقم الصفحة المستخدمة عن طريق حاجة ايه لهم الف ييلد والزيد الف ييلد تلتمائة وستين زيتا بتسعة من عشرة سبقتها هتروح تدور في الكتاب هتلاقي ان الصفحة بتاعتك مئة وسبعين تدور هنا لحد ما تلاقي الف ييلد زبطت بتلتمائة وستين وزيتا التسعة من عشر يبقى صفحة مئة وسبعين بعد كده خش محاول محور رأسي ومحور افق محور رأسي انت مش محتاج تحفظ المحور ده انت خش الصفحة هتلاقي القانون مكتوب بس من غير التحويل من غير عشر وستلات هتلاقي القانون كله مكتوب بس من غير عشر وستلات انت بس عارف بقى ان اي نورمال فرص لاي يكون ضغط بدراف عشر وستلات واي عزم ترفع عشر وست فانت خش المحور الرأسي هاته والمحور رأسي هاته خش هاته فتخش بعد كده يجيب الكي والكي في اي على ار الكي بي ألتمت عشر في الار تربيع تعود مشكلة حاجة معك طبعا هنا بتعاوى بالميل الخطوة بالدزاين عاوى بالميل يا جماعة قبل كده عاوى بالميل بي ألتمت معك بثلاث تلاف عشر وستلات تحويلة الف سيو جيفن في راس السؤال خمسة وعشرين الار هو اللي بتاعكم لاه خمسة وخمسين الدي خمسة وخمسين الار نص قطر الار ده نص قطر نص القطر ف الدي خمسة وخمسين نص قطر مئتين خمسة وسبعين تربية يبقى واحد تمانية وخمسين جيب للكيفر ايه على ار من الرقم الداحة ده اما هلت 13-6 على الف سيو في الار تكعيب اما هلت معانا بي مئة وخمستاشر عاشة وستة تحويلة الف سيو خمسة وعشرين ار لسه إلينا حالة 275 تكعيب بيطلع الرقم ده 222 من مئة معاك كيف ايه على ار خش هاتلي الرو فالروة طلع بستة يبقى راجع برضو ورايا كده يمكن يكون عندي غلطة اللي حاجة بسة غالبا الرواة تطلع بستة هكمل ازاي هم قوانين موجودين في الصفحة الميو لا يريا ستي الاول تجيب الميو وركز بها معايا هو ايه تعريف الميو في ال ده نسبة تسليح الكلية مش عاوسين احنا قلنا بقى وعدناه 200 مرة قبل كده لو انت شغال يبقى بتتكلم على نسبة تسليح الكلية كل الحديث لو بتتكلم يبقى بتتكلم على حديث في ناحية واحدة بس لابده يبقى الحديث كل نسبة الحديث الكلية حتى ممكن اكتب لك اه اه ده نسبة الحديث الكلية كل حتى معاك الروب ستة افس يو خمسة وعشرين عشر ستلب اربعة تحوية يطلع بوينت وواحد خمس نجي للحتة الرخم نقرد الرقم ده بالمنومستيل ده ما قلتلك لو الحتة دي انت مش فاهمها عديه ما عندكش وقت في امتحان عديه ما تعملهاش خش عطول عقير ياس عطول مجاش دماء ولو نقصتك نقص نص بالكتير قوي وممكن ما نقصكش كمان فتعمل بعد كده حاجة اسمها تشيك مينموم ستيل لونجو كولان طب هلا يتغير عمود مستطيل ادام ما دلتكش اختلافات يبقى هو نفس العمود المستطيل اللي هو اللمضة دي او بتاع اسف بتاع الميوم من الملونجو كولان بتاع العمود الدائري بيساوي ربع زاد اتنين وخمسين من الف لمضة في المية على مية وما يقلش عن واحد في المية ما يقلش عن واحد في المية فتروح تحسب يبقى ربع زاد اتنين وخمسين من الف في لمضة لسه حسبنا الشريحة اللي فاتت حداش بون سبعة تمانية على مية يطلع بونت او تمانية ستة يعني يبقى ميو مينمم بواحد في المية نفس الكلام يا جماعة نفس الكلام بالظبط طب هقارن مين بمية هقارن ميو مينمم بونج كولم بنسبة التسليح اللي لسه جايبها من شوية الرقم ده بالرقم ده الكبير فيهم ياخد فلما تيجي تقارن تاخد الكبير ما بين ميو مينمم بونج كولم وميو ليه عشان شغال يونفورم انتراكشن دياجرام مدام شغال يونفورم انتراكشن دياجرام فانت تتكلم ان الميو نسبة التسليح الكلي والميو مينمم لونج كولم نسبة التسليح المينمم الكلي فاتكررن ه بعض على طول لكن لو بتقارن بالنص الكويم ارجع بقى الشيخ فالأكبر من الاتنين دول هو فاتروح تجيب تعوض في مقانون هتلاقيه في نفس الصفحة اللي انت اشتغلت فيه اللي هو نسبة في المساحة الدايرة هتلاقيه ميو بتاعت ساعتك دي بوينت وواحد خمسة باي الار بتاعت ساعتك ميتين خمسة وسبعين بالملي بقى كل حاجة في التصميم بالملي يطلع الرقم دي 3644 حولوا لاي كطر ولا يكون مسلا استخدمت كطر 16 فاستخدمت طلع 18 فاي 16 هنتأكد كده 3 6 3 5 6 4 على 21 يطلع رقم ده 17 7 10 18 18 18 18 18 18 18 20 22 22 20 20 20 20 30 ستغبط المسافات يعني ما بين الأسياخ تبقى مسافة معقولة ما تبقاش مسافة صغيرة أول رسم التفاصيل التسليحة لع Kombatドン العمود الدائري خذنا رغم سأذهب بلون الدوائر. يبا رجال. خلاص. ما ترسمهاش بجنيه. وما ترسمهاش بايدك. تتلوحش قوي. خلاص. والعمود الاسبارل يا جماعة بعد إذن سيابتك. لازم ترسم الفيجن. لو ملسمتش الفيجن هتنقص. العمود الاسبارل لازم ترسم حتة الفيجن كده. حتة الفيجن كده. اللي هو شكل الاسبارل بالمنظر ده كده. وتقول لي أنا المفروض أحسب البيت شريب كام. لازم الكنات تتحسب يا جماعة. لازم أحسب الكنات دي بكام. طب أحسبها ازاي؟ هتنبقى من السيكاشن اللي فاتت. إن أنا مش جايبها هنا. خطوة ستة والأخيرة لها. خطوة ستة والأخيرة لأنك تحسب حاجة اسمها الستيرابس. الستيرابس دي تتحسب من معادلة بتاعة الكنات الاسبارل. ده مثل الصابق. أنا أكتبقى لها مثل الصابق لأنه مش مش جايبها لكن. مثل الصابق. مش أي تغيير بقى. خلاص. ساب الكنات من العمود الاسبارل. خلاص. مثل الصابق. فالمعادلة كنت بتقول بألتم الكولم في عشرة السيادة بيساوي خمسة وتعاتيم ميل الف في سيو في الاريا كور. فاكر الكلام ده. زائد سبعة وتعاتيم ميل الف فيلد في الاس كور. زائد واحد ثمانية وتعاتيم في سبيرل في الف فيلد في الف فيلد سبيرل. خلاص. تجيب من هنا الفيس بيرل. تشايق في سبيرل منموم. بعد كده تجيب البيتش بتاعتك تطلع من تلاتين لثمانين. وتروح تحطها لبنتك كده. خلصت يبقى الجديد يا جماعة في العمود. اللي احنا هتعلنها جديد في العمود الدائري ده. اللي فيه اختلافات عن العمود المستطيل. ان بدل ما بتقارن. بدل تتلس في محيطين اللي هو على البي والتي. لأ بتتلس على مرة واحدة بس. والارقام اللامضة تغيرت بدل من عشر إلى عشرين أو تمانية إلى تمانتاشر. وعندك اما تيجي تصم تخش ده انتر اكشن دياجرام بتاع السيركولار. انتر اكشن دياجرام بخش زي انتر اكشن دياجرام ده نفس الطريقة. تحدد رقم الصفحة الاول سوما تخش بين محوان. خلاص. شكده. لما قولك عندنا انتر اكشن دياجرام اهوت. تعرف تشتغل او لا تقول لي اوه بعرف تشتغل. وبغض النظر على شكل الكتر. وكده العمود ده تخلص تماما. خلاص. وغالبا يعني ممكن تلاقي عمود دائري في الامتحان ولا حد. في حد عنده اي استفسار او اي مشاكل في العمود ده جماعة. اي اسئلة في العمود ده. احنا كلامنا على ثلاث عمدة. تخلصنا العمود رقم واحد. نخش العمود التاني. قال لك ديزاين. اقول ده بقى المطلوب رقم اي اربعة. نخلصنا مطلوبين السكشن الفات. وده مطلوب ثلاثة. يبقى له ده مطلوب اربعة. المفروض يعني. ما عادلش الاركام. قال لك ديزاين. اذا كول امسي واحد نفس العمود بالضبط. برضو اد جراوند فلور. بس المرادي. ازا هيكساجونال طايد كولم. هيكساجونال طايد كولم. خب بالك كلمة هيكساجونال. يعني السوداسي. وزاوة بريسنجي ما فيش كمانا تربط في نص العمود. والبيه عاصمة بتلات تلات. فعاوز ان انا صمم العمود بتاعك انه شكل سوداسي. انها حتى الان نعرف نصمم عمود مستطيل. عمود مربع. عمود دائري. جميل. طب عمود سوداسي ايه? لأ ده كده الكلام اختلف. ده كده فيش شوية كلام جديد. مادام فيها بش مهندس عمود غير اللي فاته. لازم اقول لك الاختلافات الاول. فتعال يا بش مهندس. نقول لك الاختلافات العمود السوداسي. عن العمود المستطيل في تشيك باك. عشان اول ما خلص لك الاختلافات. اقول لك خش حل انت الوحدة. بتاعك تحل. يبقى ركز معي كده في الاختلافات. اقول ان العمود المستطيل ده. بيعتبر قطاع بنسميه قطاع جنرال. او ازر سكش. ايه اي شكل اخر يعتبر قطاع جنرال. او ازر. اهو. حتى ممكن اكتب لك الكلمة دي اهو. او ازر. بس لو انت دخلت الجدول هتلاقيه مكتوب جنرال هتلاقيه ازر. يعني حاجة اخرى غير المستطيل والمربع والدائري. اهو. اي شكل غير المستطيل والمربع والدائري. اي شكل غير المستطيل والمربع والدائري. يعتبر قطاع جنرال او ازر. انا ابدأ ايا اول معلومة اك عاوزك تعرفها ان الشكل السوداسي. هو اقطاع جنرال او ازر. دي اول معلومة. المعلومة التانية. خواص الشكل السوداسي. احتاجين خواصه عشان نساعدنا في الشغل. فقال لك الشكل السوداسي. اه ده انا احتاج همسح الكلام. اللي انا لسه اكتبه حالا. عشان داخله ببعض. خلص انا قلت لك بقى ان ده قطاع ازر انه اي شكل غير المستطيل والمربع والدائري. بنسميه جنرال او ازر. الحاجة التانية خواص الشكل السوداسي. قال لي بص. شكل السوداسي يعني مضلع. سوداسي مش هيجيلك في الامتحان غير السوداسي. مش هيجيلك سوباعي ولا سوماني ولا تساعي ولا الكلام ده. هتعرف ليه بعد شواري. سوداسي بس. طول الضلع هنسميه ار. طول الضلع. هنسميه ار. عشان ده اللي اشتغل اللي بفقانين. والطول كله من اول بص من اول نقطة الحرف ده. لحتى نقطة الحرف ده هنسميه تي داش. تي داش ده. لو قعدت مع نفسك كده بكوباية شاي. هتلاقاها بتساوي اتنين الار. هو هديحسب الزاوية كده والكوزينات ومش الكوزينات والمش عارف ايه واشتغل مع نفسك كده. هتلاقى ان تي داش دي ضعف الار الواحد. لقى نص ار من ناحية الشمال. ونص ار من ناحية اليمين. وار في النص. ايه بقى اتنين ار. يبقى اول مع حاجة هازل تعرفها في خواص الشكل السوداسي. طول الضلع لو اسمه ار. يبقى طول كله اسمه تي داش اتنين ار. الحاجة اللي بعد كده. ان المساحة ودخدناها في الكلية قبل كده. الاريا كونكريت. يسوي جازل ستة خمسة وسبعين ار سكوية. او تجيبها من قانون عام. كنت مالك قانون عام كده في الكلية لو انت فاكر. تقدر تجيبها من. او احفظ ده. جازل ستة خمسة وسبعين ار تربية. احفظ ده بس. لان مش هيجي لها جير السوداسي لو جي مضلعات. وعاوزين نحفظ حاجة كمان. الانيرشيا. الاي. يسوي كان. قال لك بسوي خمسة جازل تلاتة على ستاشر. ارقص اربعة. انا محتاج تحفظ ده. يبقى حتى لاني قلت لك معلومتين. ان الشكل السوداسي ده. يعتبر قطاع جينرال او ازر سيكشن. خوصوا. ان لو طوله ضلعة ار. يبقى الطول كله اتنين ار. او مثل ميت داش. المساحة والاي اديت لك لون كورو انت هفظ. النقطة التانية. النقطة اللي بعد كده. وانت بتدرس الانبعاج. هتدرس في كم اتجاه. قال لي هتدرس في اتجاه واحد بس. وهو اتجاه التي داش. فهو شابه الدايرة كده يا جماعة. فهو شابه الدايرة. حتى في التصميم بتاعها يبقى شابه الدايرة. فهو شابه الدايرة كان على القطر. ده برضو اتجاه. وكل ده عمان. كل ده تقريبات يا جدعان. ده مش الاركام المصبوطة. ده مش الحاجة الصح ما. بس ده حاجة محافظة. يعني دي كده هتبقى مية مية ما تقلقش. او طلع اركام قرابة اقول الصح. كل ده تقريبات. فتعالى باش مؤند ندرس. ندرس في اتجاه واحد بس. اللي هو التي داش. يعني هي التي داش. يعني لما تيجي ترسم. هترسم التي داش. والباقي مثل الصابق. مش اي تغيير. ما تيجي ترسم. الرسم للعرض التي داش. وتقارن لي بقى التي داش بقى عرض الكاميرا صنق الكاميرا. وتشوف فوق وتحت بقى تحت. هي في الدور الارض ولا في الدور المتكرر وكذا. وليت شنود نفس الكلام. بس لما تيجي تجيبي اللمضة. احنا في العمود المستطيل كان فيه لمضة بي ولمضة تي. احنا في العمود الدائري كان فيه لمضة دي. احنا في العمود السوداسي او العمود الجنرال عموما. هنسميها لمضة اي. لنسبة النحافة للقطاعات العامة. لمضة اي. طب لمضة اي بتساوي ايه? كيف اتشنود على الاي. الكيه قديمة. الاي دي غريبة. ايه الاي دي? حاجة اسمها نصف كتر التكون. انا مريش دعو بتعريفها. تعريفها ده استراكشور. وانتو ده كاترة في الاستراكشور فاحنا عارفين الكلام ده من زمان. لا من زمان ايه? ترمي ده. المفروض ان تبتاخدوا في الاستراكشور درس اسمه. مفروض يعني. طبعا انتو لدرجة انتو واخدين دكتوراه في الاستراكشور درجة انتو مش عارفين المسلا اسامي المواد. اسامي الدروس اللي عندوكو. في الاستراكشور. ربنا اسطورة. خدتوها انا خدتوها ايه. ما لا ما خدناشي. متأكد. شاكرا سكيدها اتلاكو واخدينها. لا اتلغى بش ما احنا اتلغى. طبعا انتو مش محتاجين طبعا. انتو مش محتاجين تدرس الباطل المستراك. مع لين? الاي بالنسبة لنا كخارسانة. هو الجزر الانيرشيا على الاريا. الاي لسه مدي لك قانونها. خمسة جزة تلاتة على ستاشر ارقص اربعة. والاريا لسه مدي لك قانونها جزة ستة خمسة سبعين ارس كوية. انت هتقسم اتنين على بعض. الاي على ايه? تجيب الاي سمول. نصف كتر التقوير. تروح تعاوض في المعادلة دي. كيف تشنود على الاي? تجيب نسبة النحافة للقطاعات العامة. يا جماعة اي عمود كان. فتشتغل القطاع اشتغل القوانين ده. هتجيب الانيرشيا مثلا من على الايوتوكاد. والاريا برضو من على الايوتوكاد. وتروح تعاوض هنا تعاوض مباشرة. لكن احنا دلوقتي كامدحان هو شاكي السياسي بس اللي عليه. لو هديجي مضل عرض. جميلة باش مهندس. فكده تعاوض معاك الاي معاك الاي? تجيب الاي سمول. تخش الاي سمول ده ها? تجيب اللمضة اي. وبالمناسبة هنا عشان ما تطلقبطش. اقاوض في القوانين ده اي بالمتر. بالاي والاي بقاوض بالمتر. عشان بس ايه? تطلع الاي سمول دي بالمتر يا جماعة في الاخر. فاتدخلها في القوانون لامضة اي. فاتطلع نسبة النحافة تعالى. طب ده الاختلاف التالت. الاختلاف الرابع. هتقارن بكام? ما احنا عارفين بقى? في العمود المستطيل لو بريزد من خمشهر لتلاتين. لو من عشرة تلاتين. عمود دائري لو بريزد من تناشر لخمسة عشرين. لو من طمانية لتمنتاشر. طب عمود جنرال او ازر هتقارن بكام? قال لك هتقارن. لو انت بريزد هتقارن من خمسين لمية. لو انت يبقى من خمسة سبعين. خلنا في البريزد. لو بريزد من خمسين لمية. يبقى لو انت اقل من خمسين لعمود شورت. من خمسين لمية لعمود لونج. اكتر من مية لعمود انصيف. محتاج تزود ابعد وتعيد حسابات تاني. طب ان بريزد من خمسة لتلاتين لسبعين. اقل من خمسة وتلاتين لعمود شورت. من خمسة لتلاتين لسبعين لعمود لونج. اكتر من سبعين لعمود انصيف. محتاج تزود ابعد وترجع تحسد تاني. فأصبح ارقام متغيرة اه. طب مش عاوز احفظ ارقام ده باش مهندس وهتلق بطن في الامتحان. عندك اوبش ان تحفظ للامبرست بس. الفاينال انت شافه عادة. فعندك تحفظ للامبرست بس. من الاول الاخر. خلاص? عمود مستطيل ده قريب. طب مش عاوز احفظ كمان. خش يا باش يا صفحة سبعة خمسة وسبعين. هتلاقي جدول ايه? جدول بتجيب منه رقم الصغير. اللي هو خمسة وثلاثين. وجدول بتجيب منه رقم الكبير. اللي هو السبعين. فش كده. اكتشفه مع نفسك. هتلاقي الموضوع سهل او. او تحفظ. لا الاختلاف الرابع. الاختلاف الخامس. ايه ده? كوني دي اختلافات. اه بس انا هقول اخلص الاختلافات. منفروض حل الوحد. الاختلاف الخامس وانت بتحسب الديلتا اديشنال. هتسميها ديلتا اي. الديلتا اي لقطاع الجنرال. حسب كالقات. لامضة اي بتساوي. الديلتا اي بتساوي لامضة اي تربيع في تي على تلاتين الف. تاني. هي كانت زمانة ايه? كانت بتساوي لامضة تربيع في البعد. سواء الدي او البي او التي على حسب الدراسة. على الفين. طب هنا. لا. هنا بشكل جنرال. يبقى لامضة اي بتساوي. ديلتا اي بتساوي. لامضة اي تربيع عند حسب حسبها في تي داش اللي اتنين ار. معناه في المسألة السداسة. على تلاتين الف. داع في جيب اللامضة ايه. الاختلاف رقم ستة. في الميو منموم. الميو منموم للعمود المستطيل والدائري والمربع. كان ربع زاد اتنين وخمسين من الف لامضة عالمي. طب ايه لا. هو نفس القانون. بس بدل اتنين وخمسين من الف. هخليها خماشر من الف. لامضة ايه. واكتر منها يساوي واحد في المية بضا. بس. دي كده الاختلافات ايه. الله يا ابني. والله العزويل. المفروض يسيبك. الوقت يقولك. اعمل محاولة مع نفسك. انك تجاوب بقى المطلوب بتاع ساعتك ده. بعد معرفة الاختلافات دي. هتعرف? اه المفروض تعرف. يا راجب تاني اه مدني. موضوع لزيز يعني. طب. بدل الفاتحة. طب وخطو التصميم هتبقى بالانتراكشن دياجرام حاجة شبهة دائري. الانتراكشن دياجرام للسوداسي نشوف دلوقت. فالموضوع سهل جدا يا جماعة. مغرد بس بتغير دماغك لحاجات مختلفة. او انا ازاكر لك الاختلافات كلها هنا. تزاكر الاختلافات تحل واحد. تعال انحل. فاول كم خطوة كده قديمة. اول خطوة. بس هو من دلك النهار ده جيبني. تلات تلات. تاني خطوة جيب كونكريت دايمينشن. اللي هي الاريا كونكريت من معادلة العمودة لحسب نوعه. مدام هو مش قال لك صريحة في الامتحان سبايرل يبقى طايد. معادلة طايد الكولم خمسة وثمية افصو في الاريا كونكريت زي سبعة وثمية في الاسسي سي. معك مجهولين افرض واحد دات التاني. اي اس سي واحد في الامية الاريا كونكريت. هات الاريا كونكريت طلع اتنين ستة تمانية سبعة ستة تسر. يبقى اذا ده كلام قديم بيتكرر كل شوية بيتكرر. عملنا بيتمرة بقى. حاول الكلام ده لشكل سداسي. كلام ده واخدينه قبل كده في الكلية. واخدينه قبل كده. اما لو انت عاوز ترجع لفيديوهات الانلاين بتاع السنة اللي فاتت. او سنة اللي قابل بالمساحة. الشكل السداسي طوله ضلع اه. الشكل السداسي طوله ضلع اه. ومساحته جازل ستة خمسة سبعين. يبقى ساوي. الستة خمسة سبعين. جازل ستة خمسة سبعين. ار سكوير بالمساحة الان ده دسا نطلع. اتنين ستة تمانية سبعة ستاتة دسا. تجيب من الى الار? اطلع تلتمية واحد وعشرين وستة من عشر. مش اعمل الكلام ده في الموقع. قرب الكلام ده القرب خمسين من لي بالزياد. فانا خدها تلتمية وخمسين. كلام قديم. حتى الان كلام قديم. بعد كده خطوة جيدة تعمل تشيك باكلين. هعملها ازاي? خلاص بقى من الصفحة اللي فات. ده انا خلصتلك الاختلافات. انت عمود سداسي. يبقى هتشوف التي داش. يبقى تروح بايدك ترسم التي داش. بيساوي ايه? بيساوي اتنين نص قطع. اتنين ا. بيساوي سبعة من عشر. اتنين في خمسة وخمسين سبع عمودية بالمتر بسبعة من عشر. خطوة تشيك باكلين بحب اشتغالها بالمتر. لازم تضرب ايدك كتير عشان تعرف امتى بيشتغل بالمتر وانش شغل بالملي والحاجات دي يعني. نشوف التثبيتات. هو ايه لك? ان هو عاوز يصمم العمود في الدور الارض. يبقى تحت وفوق فيه كاميرا من ناحية واحدة. مش تغفر عملتان من ناحية واحدة ومن ناحيتين مش فرق. اهيه. عمقها سبعة من عشر. ومديك الارتفاع كله ستة واحد من عشر. يبقى لبقى خمسة اربعة من عشر. ادرس تحت فيكسد. وفوق. فوق سبعة من عشرة. عمق الكاميرا سبعة من عشرة. وبعد العمود في اتجاه الدرس اربعة من عشر. احنا دي يعني دي ساوي دي. فما دي تساوي دي. يبقى فيكسد. يبقى فيكسد فوق وفيكسد تحت. والمبنى بتاعت. ما فيش حوائط قص في الاتجاهين. في الشير وولز في الاتجاهين. يبقى ما ابنى هون بريزن. يبقى لكي بتاعتك تروح تجيبها من الجدول او انت حافظها فيكسد فكسد واحد واثنين من عشرة. فتروح تعود في المعادل. بتاعت اللامضة اي. كي. فيتشنوت على الار. فتكتشف. ان انت محتاج الاي سمول. ولسه ايلك من شوية اي سمول ده. اللي هو نصف كتر التكور. حاجة اسمها جزر الاي على الاي. طب ما الاي محفظها لك من شوية قانون. والاي محفظها لك من شوية قانون. عوضوا من او. مرة واحدة. الاي بجزر. بخمسة جزة ثلاثة على ستة عشر في ارقصة اربعة. والاي بجزة ستة خمسة معين. كل ده بقشة تحت الجز. مصط ومقامه وتحت الجزة. وتقدر تختصر. يعني تقول لي مثلا الار سكور ده. تروح مع الاربعة يبقى لك اتنين انا فوق. اختصر. ولما تعوض هنا بالمتر لو سمحت. الارب ثلاثة وخمسين يبقى بوينت تلاتة خمسة. يبقى جزة. خمسة جزة. جزة. خمسة جزة تلاتة على ستتاشر. في بوينت تلاتة خمسة تربيع. على جزة ستة خمسة وسبعين. يطلع الرقم ده بوينت واحد خمسة تسعة. وتميزه متر. لما انت كده جاهز للتعويق. تجيب حاجة اسمها اللامضة اي. كيف اتشنود على الاي. كيف واحد واثنين. كيف اتشنود الاتفاع الصافي خمسة واربعة من عشرة. اي بوينت واحد خمسة تسعة. يطلع الامضة اي باربعين بوينت سبعة خمسة. بقارن بكام? بقارن. في المبنى الامبرزد من خمسة وتلاتين. ليه? سبعين. فالرقم ده طلع من خمسة وتلاتين لسبعين. ازن العمود بتاع ساعتك لونج. جمالك لو كان العمود شورت يعني اقل لخمسة وتلاتين. وتكمل ازاي? واحد في المية الاريا كونكريت. وتكمل زي زمان. لكن المرة اللي طلع لونج. مدام طلع لونج. يبا انتها متحتاج تكمل تحسب الدلت. كمت الانبعاد. بس الدلتة في القطاعات الجنرال. بيتساوي لمضة اي. تربيع في تي داشعة تلاتين الف. لمضة اي. جايبينها باربعين بوينت سبعة خمسة. تربيع تي داش. اللي هو. اتنين ار يا سبعة من عشرة. على تلاتين الف. يطلع الرقم ده بوينت او تلاتة تمانية متر. لبقيمة الانبعاد. بوينت او تلاتة تمانية متر. معاكل بي التمت بي تلات تلاف. اضرب الاتنين في بعض. يدي لك طبعا هنا في بس اخطاء بسيطة كده. لمضة ام اديشنال بتاعة الاي. بي التمت في الدلتة اي او دلتة اديشنال اي. يساوي مية وخمستاشر كيلو نيوتن متر بالشكل ده. شفت الكلام والله العصيم تزاكر الاختلافات بس. تلاقي ان الكلام نفسي القصة بالزبط. ده انا فجأة دلوقتي لما يجي نصمم. هتلاقي الكلام نفسي قبل كده بالزبط. الكلام عبوي. ففي حد عنده اي استفسار. اكيد طبعا ما فيش حد عنده اي استفسارات. مش عشان انك فاهم. علشان يا باشمهندس. السبعة وخمسين واحد اللي موجودين دلوقتي. مش موجودين اصلا. معايا خمسة عشرة كده متابعين. معاك هندس. معاك هندس. مو من الناس تتضرب بيديها كتير. عشان الامتحان الفاينال. مش هيبقى ساهل للأسف الشديد. طب اكمل تصميم ازاي. هخش الخطوة الرابعة الاريا ستيل. معاك قطاع سوداسي. قعده تلتمائة وخمسين. وعزمه مية وخمستاش. ومعاك بألتمت. بتلات تلاف. ونستنى كده الصورة تظهر بصورة متأخرة حبة. فده القطاع اللي عاوزة صميمة. ايه ده? ما انا من شوية علمتك. لو عندك قطاع دائري. عليه عالد نورمل ومومنت. اخش يونفورم انتراكشن دياجرام. طب قطاع سوداسي. نفس في الكلام. هخش يونفورم انتراكشن دياجرام. بس المرة دي هخش حاجة اسمها هيكساجونال يونفورم هيكساجونال انتراكشن دياجرام. ده موجود من صفحات من مية اربعة وتمانين لمية تسعة وتمانين في الكتاب. يا ابني هل محتاج تلح فزراك اما الصفحة? لا. اقعد ادور في اخر الكتاب كده. لحد ما تلاقي تحت موجود شكل القطاع السوداسي. للا خلاص هو ده. يبقى انت مش محتاج تلح فزراك اما الصفحة. قال لي بس الحد هتوصله. هتوصله. طب انا وقفت لحد دي انا وقفت لك كمل. طب عرفت كمل? انا التفحي. الموضوع عبود خالص. انت هتخش الصفحة. تدور على رقم الصفحة. بلايه فيلد والزيت. بعد كده تخش المحور الرأسي. شوفوا القانون بتاعه مكتوب في الصفحة ايه? وعوض فيه. شوفوا القانون. شوفوا المحور القفقي. مكتوب في الصفحة ايه? وعوض فيه. هترو? وكمل مثل الصابق. هو نفس الكلام بالمل. ده شكل الانتر اكشن ده اجراء. هو شبه الدقالي بالمناسبة. نفس الكلام نفسه كل حاجة. بس الارض طول الضلع المراضي مش نص القطع. فهتخش رقم الصفحة بحاجة ايه? اف فيلد وزيت. فف فيلد عندنا تلتمائية وستين. زيتة بتسعة من العشرة تلاقي ان الرقم صفحة صفحة مية ستة وتمانين. تخش بالمحور القفك والمحور الرأس. محور الرأس كي. محور الرأس في كي في ايه على ار. تعود. القوانين موجودة ده موجودة في صفحة. الكي بي قطبت في عشرة ستة على اف في سيو في الارض سكوير. الار ليه طول الضلع. خطوا التصميم بنعود بالميلة يا جماعة. يا بوينت تسعة سبعة. الكي في ايه على ار ليه ام ايه على عشرة ستة على اف في سيو في الارض تكعيب معنا كل حاجة طلع واحد بان عشر. خش هتروط لعب اتنين. خش المنحنايات هتروط لعب اتنين. تجيب الميو بتصورو في اف في سيو في عشرة ستة على اربعة. قنون موجودة في الصفحة. اطلع خمسة من الف. دي خمسة من الف. ايه صفر اينا نفس. او علامة يعني. بعد كده الخطوة الغلسي. والله يا ابني لو مش عاوز تعملها وعاوز تتنفض ماشي. طبعا يفضل ان اتعملها عشان تقلع اركام مصبوطة. في قطاعات الجنرال. نفس القانون اللي فات بس بدأ اتنين وخمسين من الف وخمشار من الف. روبع زائد بوينت او واحد خمسة لامضة اي على مية اكتر منها بسيو واحد من مية. اعوز تعاوز ماشر معاك لامضة اي ربعين خمسة وسبعين. فتعاوز لها بوينت او او تمانية ستة. ما تقلش عن واحد في المية. يبقى تاخد الحديد بتاعت ساعتك واحد من مية. تقرن مين بمين. هقرن الميو. بالميو من امام على طول. مش هقسم حاجة على اتنين ولا حاجة. لان انا شغال يونفورم انتراكشن داكرو. لو كان دابل تقسم على اتنين. لكن هنا بتقرن بعض. لان ده نسبة حيات كلية ونسبة حيات كلية. لانه يفور. يبقى ايزا الميو فاينال واحد في المية. يبقى تضرب. عاوز تجيب الاريا ستيل. هتلاقى القووم موجود في الصفحة. يقال الفاينال واحد في المية. عاوز تجيب دا اليا ستيل? هتلاقى قووموا اليا ستيل موجود في الصفحة. اللي هو يعني نسبة في المساحة. المساحة جازة ستة خمسة وران سكوير. يبقى حتى الرقم ده ممكن ما تحفظوه. هتلاقى موجود في الصفحة. جازة ستة خمسة وران سكوير. موجود في الصفحة. يبقى الميو في جازة ستة خمسة سبعين ار سكوير معاك الميو. اللي هو الفاينال. جازة ستة خمسة سبعين في تلتمائة وخمسين تربيع يطلع تلاتة وتمانين مليمتر مليمتر ومسطح. حولوا لأي كطر. بس يخب بالك ده عمود سداس. فالعدد في الاخر يبقى ليسمع على ستة. فتحولوا طمانشار فايز ستتاشر. والعمود ده بالرقم ده تخد نفس سكشن. فتعان سلاحه. سلاحه ازاي يا فكرة. رقم واحد ترسم القطاع. والمكلاس واحد لعاشر. ترسم يا عم شكل السلاسة. رقم اتنين. نحط كانة على المحيق. رقم تلاتة انت معاك تمانتاشر فايز ستاشر. حط سيخ في كل ركن. فتحط ستة سيخ في كل ركنة. كل ركنة خد سيخ. بعد كده اتمنتاشر انت خدت منهم ستة بقى اتناشر. يبقى كل جنب ياخد اتنين. اتنين 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 اتنين. كل جنب ياخد اتنين. ولو شيكت على مسابة من الاسياخ هتلاقي اتنين اتنين اتنين. ولو شيكت على مسابة من الاحياء دي 25. اتنين 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 من العمود الثاني بتاعنا في السيكشن النهاردة ها حد قاعد أجمع حد من المتابعين يعني عنده أي سؤال أي استفسار أي مشاكل أي حاجة حلها إذن أنت بتذكر الاختلافات اللي موجودة معاك قبل كل مطلوب فاجأة تحل المطلوب لوحدك أنت أنت بتذكر المسيكشن النهاردة مثلا أو أي في أي يوم تذكر الاختلافات بس مخش حل انت فهفط وصل إن شاء الله للنفس النتيب خلاص وحديك قلت المسيكة بين الفراعيك يعني ما زدتش عن 300 وهو تحت 300 وبعد كده لما أطلع للأسيخ اللي فوقه هتبقى زادت عن 300 يعني عندما أوصل عند النص لما يبقى 350 ديات هتدربها في 2 عشان تبقى هيبقى المسيكة بين الفراعيك كان أكبر من 300 يعني احنا مش بنشتغلها كده أو يعني لما نشتغلها زي مثلا العمود الدائري العمود الدائري كلنا نحن بنقول إيه العمود الدائري ما نحطش جواه أي كانت العمود الدائري ما بنحطش جواه أي كانت يعني منحط كانت على المحود بس نحطش كانت جوجه ليه؟ لان يعني الاسياخ يعني عملكم فيه حضنة يعني الكنات حضنة الاسياخ فمش بنحط زياد ففي العمود السوداسي معلش انا عاوسك تقرن على الجزء اللي تحت بس وتصمم الكنات بالمناسبة هي مش هتطلع خمسة في تمانية مستحيل الرقم ده هيطلع تسعة في تمانية يع عشرة في تمانية لان ما تصمم الكنات الرقم ده هيطلع تسعة يع عشرة في العمود السوداسي والعمود الدائري بيطلعوا كده خلاص فانت المفروض انك تحسبها وتقطعها فمدام انت غطيت شرط الكود اللي هو ربع عالمية والكلام ده كده خلاص هو كفاية اوه خلاص مع انك انت ممكن يكون عندك حق شوية اقول لها غير ده مسابقه زادت فوق فالمفروض ان احنا ايه نحط كمان كانت اضافي لكن انا مش عاوز اقول لك يعني مش ده اللي يتعمل براه هو الحد عمود 350 اول لو مسابقه بين فروع 300 تمام تح فخلاص نسمح ان احنا ما نحطش اي كانت اضافية جوه على اساس يعني العمود السوداسي شابه الدايرة بيحضن الاسياخ بيعملها الكونفاين منت وانت كده كده هتصمم النسبة بتاعة الربع في المية فاطلع على الارقام خلاص العمود السوداسي ده بيطلع تسعة فاي تبانية عشر فاي تمانية خلاص اللي عاوز تطرب الرقم على طول من غير ما تصمم يعني منك تنقص نص درجة بس او ما تنقصش اصلا عاوز تصمم طبعا بالتفصيل بتجيب الاريا ستيراب وإلي ستيراب وكلام ده كله هي بقى تمام خلاص راجل اللي كان بيت معايا تمام يا بشوان خلاص لكن لو انت برا وحاسس ان لقى كده عاوز تزود كمان ممكن تزود للامان يعني مش اكتر لكن ده اللي بتعمل برا حد عمود وخمسين مش محتاج كنات جوه لكن بعد كده ممكن تضيف كنات كمان جوه القطاع خد بالك يا جماعة في الامتحان مش هيجي لك غير مضلع سداسي بس ليه؟ لان المنحنات اللي موجودة معنا ما فيهاش غير سداسي فقط ما فيهاش اي حاجة تاني يعني ما فيهاش صباعي تساعي خماسي ما فيش كلام ده فيش غير سداسي يبقى اذا لو جاه في الامتحان مش هيجي غير سداسي بس عشان تعف تعمل تشيك باكلنج علي خلاص؟ لكن ما يجيش اي حاجة تانية في المضلعات اخر عمود معنا النقاردة وهو عمود كان مطلب الطلبة للدكتور فالدكتور قال للمعدين كنا احنا المفروض بنشرح كل سنة العمود الـ L-section العادي ده خلاص؟ قالك لا الغوا العمود الـ L-section العادي ده هو ترسمولك بالوقت اهو ما تشرحش العمود الـ L-section ده لكن اشرح العمود الـ L-section اللي هو ثلاث اضلاع بالشكل قدام ساعدتك فوق بالمنظر ده كده خلاص؟ فمعنى ان هو خلينا نعيد او يعني نلغي شرح حتة ونحط حتة تانية فهقول لك عن العمود ده اهم جدا خلاص؟ اهم جدا مع ان يعني دلوقتي داخل احفظولك بصراحة الا ان العمود ده مهم جدا ممكن تلاقيه يوم الفاينال موجود في الامتحان بتاعه خلاص؟ فتركز معايا هو عمود ده عبود خالص واحنا في حاجات كده هنحفظها يعني فيه عشان نعرف لماشي امور رح قال لي ديزاين نفس العمود تاني اللي هو سي واحد على زي الشكل اللي قدام ساعدتك ده كده وجايب لك العمود تلت اضلاع كل ضلع اسمه L L L تلتة L يعني تلتة L وجايب لك العرض بتاعه بي بمتين وخمسين خلاص؟ وللتة سيلي عليك ام اديك الانيرشيا ما حاجات الانيرشيا ببوينت ستة زير واربعة تمانية بيف اللي تكعيب بي اللي يامتين وخمسين وقال لي لسه ما جبناش وعاوي صمم العمود ده الحمل بيه ألتمت كولام باربعة تلاف كيلو نيوتر عاوي صممه باربعة تلاف كيلو نيوتر بحمل اربعة تلاف كيلو نيوتر مبدأ كده قبل ما نشتغل احنا قلنا بشموهندس ان اي قطاع غير مستطيل او مربع او دائري يعتبر قطاع جنرال او ازر فلا خلاص يبقى لما تيجي تشتغل ده قطاع جنرال يا باشا قطاع عام او ازر فشغله الشيط باقي نفس شغل اللي عموده السلاشي بالضبط مع تغيير بس الاي والاريا مع تغيير الاي والاريا فقط عمود ده مهم يا جماعة فتعالي بدأ نشتغل اول حاجة هتجيب بيه ألتمت كولام اريا ميسو بس هي النهاردة معايا جيفن باربع ثلاث ويقام اثنين الاريا كونكريت اللي هي الاريا كونكريت بيتساوي ايه قانون محفوظ بيقال تمت كولام في عشر ثلاثة بيساوي خمسة وتم مئة الف سو في الاريا كونكريت هل ده يتغير لا ما هو عموده الطايد عادي تفرض الحديد بواحد في المئة الاريا كونكريت تجيب الخرصانة تطلع ثلاثة خمسة تمانية ثلاثة خمسة تسعة ملي متر مصد خلاص نحوله للشكل ففي العمود المستطيل فانت بتساوي الرقم ده بيس تي تفرض البيجي بيس تي في العمود المربع تاخد جازل الرقم ده في العمود الدائري تساوي الرقم ده باي في الدي تربيع على الاربعة تجيب الدي في العمود السوداسي تساوينا الكلام ده بجازل ستة خمسة سبعين ارس كورت تجيب الار تب في العمود الغابي ده هشتغله ازاي في واحد دي لك هشتغله اجزاكت وروح اقسم كده اقسم هيبقى حتة مستطيل وحتة مستطيل وحتة شبه من حرف ويوجع دماغ اهله فيه فافتكر دايما ان الدنيا بسيطة لحبش نقعد نعقل عك ده كله فاحنا عاوزين حاجة كده بالتقريب ايه يا باشمهندس حاجة بالتقريب ايه رأيك يا باشمهندس لما اقول لك ان انا هفرد العمود ده فلما افرده ايه رأيك لما اقول لك ان الار بتساوي ثلاثة ال ما هو كله طول دلع ال فلما تفرد العمود ده يبقى ثلاثة ال جنب بعض مضروبة في العرض اللي هو البي بتاعة ساعدة اكني بالزبط فردت العمود وهو العمود بالتاع ساعتك اهو بص اهو عامل كده ده طول الدلع بي ايه ده طول الدلع ال وثلاثة طول الدلع ال وثلاثة طول الدلع ال فلو فردته يبقى طول ثلاثة ال سمكه كام سمكه بي يبقى المساحة ثلاثة ال بي ايه ده يا ده مساحة اكزاكت لا طبعا تقريبات عاوز تحسب الزلط وقعد اقسمه حتة صغيرة واشتغل حياتك وما تخلصش الامتحان لكن ليه التسيل سوي للك كلام ده ثلاثة ال بي ثلاثة ال بي ثلاثة في ده في ال فيبقى الاريا كونكريت بتساوي ثلاثة خمسة تمانية ثلاثة خمسة تسعة بيتساوي ثلاثة في امتين وخمسين في الال طلع الال من هنا اطلع ربعمية سبعة وتمانية تمانية وسبعين مش هنفز الكلام ده في الموقع هقرب الكلام ده الاقرب خمسين ملي متر بالزيادة ناخدها خمسة ملي متر يبقى الالايا الوحدة خمسة ملي متر بالشكل ده مساعدتك وكده خلصت كونكريت دامينج وحفزتك الاريا كونكريت تلاتة الف بي تعالى بقى نخش عالشيك باكل هنسح بس الكلام ده تعالى نخش عالشيك باكل ساعدت الباش هو انت هتعمل الشيك باكل جعلان اتجاه براحب في العمود المستطيل كان فيه اتجاهين للدراسة اتجاه بي واتجاه تي في العمود الدائري اتجاه واحد لو قديه في العمود السوداسي اتجاه واحد لو قديه داش لو قديه اتنين اه طب هنا هنا للتسهيل هيجيب لك الشكل منتظم فانت سواء بسط يمين او بسط يعني سبسط سبسط افك او بسط رأس هتلاقى طول واحد فانت بس ارسمها لك هنا اه ده هنا كده وهلسم لك الشكل كده بص كده الشكل اه قال لك لما تيجي تدرس لو بسط كده هتشوف البعد الكل من هنا لحد يبقى ده البعد اللي درسه اللي سميه تداش ونفس الكلام لو بسط من ناحية دي هتشوف البعد كل ده اللي سميه تداش والمسألة لما تيجي في الامتحان هتيجي منتظم ان متمثلة دي زي دي طب تداش دي اجيبها ازاي حساب مثلثات صرف حساب مثلثات صرف اجيبها ازاي ما هو واحد يقول لك اه طعا نجيب ألم تاني كده نحاول نحسن نوضحها حساب مثلثات لو في انتقاش حتى عرب كبات شي كده في البيت هتفهم طول الضلع ده اسمه ال جميل يعني ده ال مثلنا كده مسحها وكتبها بشكل احسن شوية كده اسمه ال جميل طب والطول الثاني مش عارف انا مش عارف ارسم ليه او شايف الدنيا مزنوعة شوية ده ايه طب الطول ده بيسوي ايه هي الزاوية خمسة واربعين او ده مستوى الصقيم بيدي خمسة واربعين وخمسة واربعين الوطر اسمه ال الوطر اسمه ال يبقى طول الضلع بيسوي ايه ممكن تاخد بس الكوزين بتاع الزاوية تضربه في ال يعني الطول ال الف كده ها اسمه ال كوزين خمسة واربعين يعني كوزين الزاوية بيسوي المجاور على الوطر يبقى المجاور اللي انت عايزه على الوطر يبقى المسافة بتاعلك اللي كوزين خمسة واربعين يعني لو عاوز تي ده ده ها اه اكتبالك حتى فوق هنا اه احفظها بقى لو انت عاوز تحفظ تي ده ده ها بيسوي ايه بيسوي زائد لكوزين خمسة واربعين كوزين خمسة واربعين اللي هي جزل اتنين على اتنين بالمناسب جز اتنين على اتنين اللي هي واحدة عجزل اتنين ايه فدي اتتاش فايزا انت بتعمل هتشوف حاجة اسمها التداش اللي اطوله كل التداش ده عاوز تحفظ او تستنتج فانحفظ هوا خلاص اللي هبتداش بيسوي ال زائد ال في جزل اتنين او ال وقصان خمسة واربعين اللي معاك خمسمية زائد خمسمية على جزل اتنين او خصوات جزل اتنين على اتنين او خمسمية وقصان خمسة واربعين يطلع الرقم ده تمنمية تلاتة وخمسين خمسة وخمسين من مية يعني بالمتر تبقى بوينت تمانية خمسة تلاتة ده اللي هو التداش طب التثبيتات تحت فكس فوق في قامرة متجاه واحد مجسومة هو سبعة من عشرة الاتفاعة كل ستة واحد من عشرة بقى خمسة واربعين عشرة قديم بقى كل ده خطو حاجات قديم تعالي نشوف التثبيت تحت قلنا زي ما قلنا فكس فوق القامرة سبعة من عشرة لكن عرض العمود الكل بوينت تمانية خمسة تلاتة يبقى عمق القامرة اقل من عرض العمود يقابرش ده في مبنى يبقى الكيب واحد وتلاتة بس شغل الصعب خلص نجيب حاجة اسمها اللي يجز فقايا على ايما هو نفس الشغل العمود اللي فاء الاي هو مدالك given في المسألة مسألة معطى دا كده معطى دا معطى بوينت بوينت ستة زير اربعة تمانية بي في اللي تكعيد والأريا لسه محفظها لك تلاتة اللي في البي ممكن تختصر مع نفسك البي مع البي الال مع التربية وتعاوض وعاوضنا بالمدر بسألة الرقم تطلع بوينت اثنين اثنين اربعة تعود وبشر بقى بشر في اللمضة اي كيف اتشنوط على اي كيف واحد وتلاتة اتشنوط خمسة واربعة الاي بوينت اثنين اثنين اربعة يطلع واحد وثلاتين واحد واربعة من عرف هقرن الرقم ده بكام بابنى قطاع جنرال بابنى امبرزد يبقى اككرنه من خمسة وثلاتين سبعين ده اقال من خمسة وثلاتين اذا العمود بتاع بشر تكون طب يعني ايه الجديد هنا حتى الآ جديد بعد ما حسابت المساحة سويها بتاعت ال بي لما تجي تعمل تشيك باكلنج على تي داش من تي داش ده بيسوي ال زائد ال كوزان خمسة واربعية هتجيب الاي زي زمان يزري الاي كابتل على اي هتجيب اللمضة اي هتقرن من خمسة وثلاتين سبعين هتلاقي رقم ده اقل من خمسة وثلاتين تقول على عمود ثانية واحدة هو ممكن يطلع في الامتحان لا ممكن يطلع في الامتحان لا بص اكتب لك نهوة دايما في الامتحان يعني لو طلع لونج في الامتحان معك لابا انت غلط هنبقى محسوبة ومتزبطة ومتروأ عليها لانك لو طلع لونج مش هتعرف تصممه اصلا منوي ليه لانك ما عندكش منحنايات انتر اكشن دياجرام للشكل غبي ده اه كان سوداسي هيطلع لونج ماشي لكن الشكل ده موروش منحنا فهل هيطلع معاك لونج في الامتحان لا يعني عايز اقول لك ايه ده انت لو عكد في تشيك باقلنج دي طلعوا لي شرط برس حتى لو عكد في تنقص على اقل درجة تشيك باقلنج ما تنقص النسبة جبير للعمود ده ممكن ييجي فلو جي في الامتحان فالعمود ده هيبقى شرط على طول مفكر احسب بقى تشيك باقلنج واشتغل هيبقى العمود بتاعك شرط بس حتى عنده مشكلة يا جماعة في تشيك باقلنج يبقى كل الجديد هنا ايه المساحة ثلاثة الاف والاي هتبقى معطى معطى وانت تعمل تشيك باقلنج على تداش اللي هو بيساوي L زائد L كوزين 45 خلناك تبقى نواحدة عشان تبقى واضحة تداش بيساوي L زائد L كوزين سيد هو 45 ايه اهمية همس وننسح دي بقى حد عنده مشكلة والشغل ازاي اللي فات طب نقفل الكلام ده ازاي او نكمل ازاي ده عمود شورتة يا باشا فممكن تجيب الحديد بتاع ساعدتك هو العمود شورتك وانا مشتغله ازاي وانا مشتغله بيساوي واحد من مية الاريا كونكريت وخلاص خلاص فده الصح او ده ده العادل بنعمله وانت ورّب اشتغل كده واحد في المية الاريا كونكريت بس لغباوت الشكل ده اللو انت اشتغلت بنسبحت في المية في الامتحان مش هتعف ترسم التسليح ارقام تطلع معاك هتبقى مش هتعف تحط الاسياخ في الم الاخر فلغباوت الشكل ده معلش اشتغل العامود ده على المينوم بتاع الشورت كولان يهده هو المينوم 1% لا المينوم بتاع كود فاكره كان الاكبر من حاجتين 8 من 10 في المية من الاس كالكوليتي دوية قبل التقريب و1 في المية من الاريا تشوزين اللي هي بعد التقريب او 6 من 10 على مية الاريا تشوزين اللي هي بعد التقريب انت لو عاوز تشتغل واحد في المية الاريا صح ما في المية بس في مشكلة كبيرة هتقابلك في شكل التسليح هيبقى غبي مش هتعرف ترسمه من الاخر فانا هحفظ لك الشكل ده هو ده اللي هيجي متقلقش مش هيجي اكتر من كده فلو سمح استخدم لقانون المينوم كده عشان يخف لك حيط شوية بالمناسبة يا جماعة الحيط دلوقتي غالي 18 ألف ونص الطن وهكذا يعني فانت ساعدت الرئيس لو بتنفس بيتك وإشراف هندسي مظبوط ومية مية اشتغل عن مينوم ده ما توصلش الواحد في المية اشتغل بثمانية من عشر ريليا كالكوليتد بقى قبل التقريب وستة من عشر ريليا لو انت عاوز توفر لو بتشتغل واحد حبيبك او ضامن اشراف هندسي مظبوط او كده اشتغل الارقام ده على طول من غير ما تفكر ما توصلش الواحد في المية خلاص فانت لو عاوز توفر استخدم الارقام ده عن طب لو استخدمت واحد في المية صح مية في المية لكن هيقابلك مشاكل في رسمة بصول التسليح يعني احنا في غين عن فلو سمحت حالة خاصة بس العمود ده لو سمحت مع التحفظ الكامل انك لو اشتغلت على المينمم لكل الاعمدة الشرط كلها مصح مية في المية ولو اشتغلت واحد في المية على كل الاعمدة الشرط كلها مصح مية في المية برد مش تاخد مش تلنا صلاة ضرب بس بقى ايه لسي ما تفاصيل صح ما لو سمحت انا اشتغلت العمود ده على المينمم عادي ما يزعلك شعن يا جماعة يبقى تمانية من عشر على مية حسبنا من شوية تلاتة خمسة تمانية تلاتة خمسة تسعة يطلع الهو ستة من عشرة على المية في المساحة بعد التقريب اللي هي تلاتة لخمسين نفيس خمسمية تلاتة اللي هي تلاتة اللي هي مضروبة في البي خلاص انتخذ الكبير في الكبير في هم 1867 تحول الكلام ده لأسياخ خدناه خدته حولته لأسياخ لما تيجي تحوله لو سمح ايه بقى كمان احفظه لك كمان حولها لي لاربعتاشر فاي حاجة بص يعني انا عاوز اقولك لغابوت الشكل ده عشان ما خشش معك في تفاصيل يهات زهائك وهاترخم عليك فانا بص حولها لي لاربعتاشر فاي حاجة بالاخر يعني حتى لو انت اشتغلت واحد في المية حتى لو اشتغلت واحد في المية حولها لاربعتاشر فاي اي حاجة اربعتاشر سبت ده سبت ده سبت الرقم ده لغابوت التسليح اصلا يعني انا عاوز اقول ان الرب التسليح ده القطاع ده كده مفروض تتعلمه لما تبقى خبيل شوية في الخرصان خلاص لكن ادامه دكتور نبه عليه فانا بقولك سبت الاربعتاشر ده قتل وقته كتر يعني 2600 سبعة وستين سبعة وستين لو سمتهم على اربعتاشر سيخ يطلع ان في سيخ الواحد مساحته امتين واربعة والله لو كان مساحته امتين لو كان مساحته امتين كنت اخده فاي ستتاشر يوما مساحت السيخ فاي ستتاشر امتين وواحد في قبل طيب ده مساحته امتين واربعة يبقى فاي ستتاشر بشي هينفعه يبقى خليه فاي تمنتاشر ولو انت قد اشتغلت واحد في المية وخلاص اي اربعتاشر فاي اتنين وعشرين ماشي صح برضو. كل ده بعمل كل كل الكلام ده عشان اغرب من شكل التسليح الغاب اللي هيجي لك دلوقتي. عشان انت هترسل بالمصدر وعمل وصفش ترسل متوكاد. لو بترسل متوكاد كنت اقول لك اعمل انت عايزه. بقى اما كده كده شرطين في الاخ. بسبب ان الاسياخ ما تزيدش عن مئتين وخمسين. بسبب ان فروع وكناف ما تزيدش عن تلتمين. لكن انت دلوقتي هترسل مصدر وعمل وصف هتتعجل معاك. بسبب خلوه اربعتاشر فاي اي حاجة. حتى رشتلت واحد في المية باربعتاشر فاي اتنين وعشرية. اشتغلت بالمينوم زي ما انا شغلت دلوقتي باربعتاشر فاي اي حاجة تحسب لأي حاجة ديت. هتلاقاها يا بشمهندس. اربعتاشر فاي تمنتاشر. تعالي رسم تفاصيل التسليح. رقم واحد ترسم القطاع. بالمصدر اعمل السلس بنظافة كده وكبر كده في نصف صفحة او اللي حاجة. وتكتب البيانات بتاع الساعة. بعد كده تعالي نحط الكنال. هنحط الكنالات ازاي باش? الشكل ده هياخد تلت كنال. كل فرع ياخد كانة شكلها شي بمنحارب. بص. الفرع اللي فوق او فرع اللي تحت الاول. هياخد كانة شكلها شي بمنحارب بالمنظر ده مساعتك ده. اهي. بص اهي. وتتفرد برا بالشكل ده. والفرع اللي فوق. الافقي ده ياخد نفس شكل كانة بس افقي. اهي. وتتفرد افقي بالمنظر ده. الفرع المايل ياخد كانة شي بمنحارب مايل. اهي. اعملاك بلازر. شانا بينالك. وتتفرد مايل بالشكل ده. بس. تعال بقى باش مواندس. حط له سيخ. معك كم سيخ? 14 سيخ. حط لي كل ركن كان سيخ. اهي. الاف بي اهو. وكل ركن كان حط لي سيخ. اهو بص. اهو. كل ركن كان حط سيخ. كيف عندك سيخ اهو. ركن ده. ركن ده. ركن ده. ركن ده. ركن ده. وهكذا. فيه تقطع افكانتين مع بعض. افك مع الرأس. اه سيخ واحد اهو. كل ركن كان حط سيخ. شاك الزهر قدام ساعة ده. طب كده احنا كده خدنا كم سيخ. بص اهو. كل افكان الاول. خدنا كم سيخ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. حداشر. ابقى ثلاثة. بص. بص. قدام ده ها. ده مسيخ ده ها. انا سانا اشاور عليه دلوقتي. هيوصل دلوقتي. هيوصل. لزر هيوصل دلوقتي. لزر هيوصل دلوقتي. اهو قدام السيخ ده هاو. تحته على طول. حط سيخ. قدام السيخ اللي في النص ده هاو. حط سيخ. قدام السيخ اللي تحت ده هاو. حط سيخ. بس. لو عديتهم جدت لهم اربعة عشر سيخ. سيخ في كل رق. وسيخ في كل ايه? جنبي كده اصاد السيخ التاني. بس. وما تعملش تشك عليها حاجة بقى. خلاص? لان لو انت عملش تشك بصراحة. ما بين فرعين كده كده بشكل معين ممكن ما تلاقيش بس انا هتزبط قوي. بقى مالاخر احنا محافظونا القطاع ده. عشان ما تقومي الاخر. عشان ما تجعش ازماني بقى. خلاص? لكن الصح. لو انت بترسم على الاوتوكات برا. المفروض تحقق الشرطين. ما سبب ان السيخ اللي تزيد عن متين وخمسين. بسبب ان فرعكينات اللي تزيد عن ثلاثة مينة. وايش حياتك? اشتغل بنسبة واحد في المية? اشتغل بنسبة المينوم? اما حاجة تحقق لي الشرطين دول. احط الكينات اضافية. احط مش عارف ايه? لكن عشان بس اللي تسهيل عليك. وتعرف تخلص الامتحان. احنا هنسهل عليك بس. خلاص? يعني انا شبه حفزك القطاع ده مهم جدا. غالبا هتلاقيه في الفاينان يعني. التخمين بس مش اكتر. اه? في حد عنده اي استفسار? طبعا انفو بقى تحط اقفال الكينات. تحسب الكينات بتاعتك. تلاقيه خمسة فاي تمانية على المتر. من قانون حساب الكينات بتاعك وخلاص. وكده المفروض السيكشن بتاعنا خلص. اللي هو اخر يعتبر اخر سيكشن الترمي ده. خلاص? ابقالنا يا جماعة بكرة في محاضرة المراجعة. محاضرة المراجعة. مهم. الاصد. وهي محدش يغيب. بكرة. بكرة هيبقى فيه كزا فكرة. هيبقى فيه مثال على الارس يقول. مثال على الارس يقول. الحقيقة الخرصاني. مسألة هدية في الامتحان. وهيبقى فيه شوية افكار. مراجعات كده على ايه? على افكار. يعني مش مراجعة. يعني هي مش مراجعة اوية شوية افكار زيادة هتكال. في المحاضرة بتاعت بكرة. بإذن الله لنا لداخل يعني بإذن الله. خلاص هتبقى في المدرج. حدي كنت يقولي يا الساعة كان محاضرة? ماشر ونص. ماشر ونص. ماشر ونص. ماشر ونص. هي ماشر ونص او. هل ليه في التذكيل كده?